الحاجة اللي ما زل ما فهموهاش التلاميذ في حساب مساحة المثلث أنه خلاص ما بقيناش نقوله القاعدة في الارتفاع قسمة نين لا لا ولا نقوله مثلا الضلعان القائمة في المثلث القائم نقوله طول الضلع ضرب الارتفاع المتعلق به وش ما أنت الارتفاع المتعلق به طول الضلع مثلا معناها أنه لو كانت دي آ سي شوفوا معي هنا هنا مثلا ندي آ سي وكن ندي هذا الضلع الارتفاع المتعلق به هو ذلك يعني القطعة ولا المستقيم حيخرج لي منه هي قطعة لكل حال من بي من الزاوية المقابلة للضلع ويكون عامودي عليه أشي شرط عامودي عليه يقدر يكون عامودي على الحامل يكون يكون عندي مثلا لاحظوا معي يكون عندي مثلا مثلث بهذا الشكل معناها الآن هذا هو الضلع تاعي الارتفاع المتعلق به رح يخرج من الزاوية ما يقدرش يكون عامودي عليه رح يكون عامودي على الحامل شكل زاوية قائمة على الحامل مشي شرط يكون عامودي عليه هو بالذات مفهوم؟ معناها نعاود و نقول له إذا استعملت AC رح نستعمل هذا الارتفاع المتعلق به يا سيدني ما استعملش AC حبيت نستعمل في المعطاية تتاعي ما عنديش AC معلومة عندي بيسي معلومة إذا الارتفاع المتعلق ببيسي رح نستعمل هذا الارتفاع ما عنديش بيسي معلومة عندي AB معلومة معناها لازم نستعمل AB عندي AB هو اللي رأيه معلوم معناها رح ندي هذا الارتفاع المتعلق به ليخرج من الزاوية المقابلة للضلع ويشكل معها زاوية قائمة هذا هو الارتفاع المتعلق به يا أستاذة لو كان عندنا يعني يديروا لي في الشكل بهذا الشكل يقولوا لي يعطوني هكذا هذا متعلق به نزيد ونبدلوا لون مثلا نديره أزرق بهذا الشكل عندنا هنا بيسي هذا هو الارتفاع المتعلق به لو كان نحسب المساحة بأسي اللي رهي بالأخضر والمتعلق به الارتفاع المتعلق به ونحسب المساحة بAB والارتفاع المتعلق به وبيسي والارتفاع المتعلق به حسبها متساوية لأنه نفس المثلث ما بدلوا ليش المثلث إذن انتوما اختيار الضلع والارتفاع المتعلق به رح يكون على حسب المعطيات بتاعكم ربما في تمرين يعطو لكم هكذا كيما لدنناه البارح يعطو لكم تبعوا معايا نبدل بركلة يعطو لكم مثلا بهذا الشكل نسمو هذا مثلا H ونسمو هذا مثلا S نسمو هذا H ونسمو هذا S أنا C H هذا معلوم يقول له مثلا 4 سنتيمتر و B S مجهول B S مجهول طبعا والارتفاع المتعلق به المعلوم مفهوم هدا وش درنا البارح هدا وش ترابيط ما زل ما فهموهاش من بعد كي يطلب مني الارتفاع المتعلق ب A C اللي هو وراه مجهول هنا رح نستعمل المساحة لانه المساحة ما تبدلتش هو النفس المتلت حتكون عندي مساحة معلومة وحيكون عندي الضلع معلوم والحاجة اللي راي مجهولة هي الارتفاع هداك نحسبو بهذا الطريقة مفهوم توليك شو عندك معادلة بمجهول المجهول والارتفاع المتعلق بأسي تخرجوه تمنى تكون شوية واضحة بارك الله فيكم وبالتوفيق إن شاء الله مع السلامة